نظمت مؤسسة حياة كريمة حفل إفطارها السنوية بمحافظات الدقهلية بمشاركة مسؤولي مراكز وقرى المحافظة كما شارك في الحفل عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين قدموا عطاء ومجهودا كبيرا في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الدقهلية في مشهد يعكس الترابط بين جميع أعضائي شهد مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية إفطار مؤسسة حياة كريمة السنوية الذي جمع متطوعين من مختلف مراكز وقرى المحافظة نحن النهاردة عاملين الإفطار السنوي بتاع المؤسسة وكل سنة بنعمله النهاردة عندنا حوالي 700 متطوع جايين من على مستوى مراكز الدقهلية كلها كل سنة بنعمل إفطار جماعي سنوي بمناسبة لمؤسسة حياة كريمة السنة اللي فاتة يكون في شربين واللي قبلها كان في المنصورة والسنة دي إن شاء الله في مركز بني عبيد يعني بنجمع كل المتطوعين وأهالي المركز ويعني بتبقى مائدة رمضانية بنفطر طبعاً طبعاً مؤسسة حياة كريمة حالياً اهتمام غير عادي بكل مشروعات الدولة المصرية في كل من سواء مشروعات صحية مشروعات تعليمية مشروعات بيئية مشروعات طرق وكباري اهتمام غير عادي ببناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل إنسان الهدف من الفطار النهاردة إن إحنا كيان واحد إن إحنا مؤسسة حياة كريمة إحنا أسرة واحدة الكل فيها برغم اختلاف الفروق في التخرج يعني فيه هنا هنلاقي فيه داكاترة هنلاقي فيه مهندسين موجود فيه جميع التخصصات فإلا إن الكيان هنا واحد فعالية سنوية اعتدت عليها مؤسسة حياة كريمة لتجميع كافة المتطوعين بالمؤسسة في حفل واحد لتعزيز أواصر الترابط بين مختلف أعضاء المؤسسة التي قدمت وما زالت تقدم العديد من الخدمات والمشروعات التنموية بالنسبة لنا عيد النهاردة بالنسبة لنا كفرح مش حاجة كده يعني كلنا بنبقى زي عالة واحدة كلنا بنجمع مركز شربين على مركز بن عبيد بصراحة إحنا بالنسبة لنا كمركز بن عبيد كان لنا الشرف جدا إن حياة كريمة تنزل تعمل إفطار جميع هنا وبالنسبة لنا كشباب بصراحة إحنا في غاية السعادة جدا 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 إن إحنا حياة كريمة نزل تعمل إفطار ده متعودين في مؤسسة حياة كريمة أن احنا كل سنة في هذا الشهر الكريم أن احنا بنكافئ رجالة حياة كريمة اللي بيتعبوا على مدار الموسم في عطاء مستمر في الشارع بنزول الشارع وبساعده مساعدات كتيرة للمحتاجين في كل مكان في مصر النهاردة الإفطار الجماعي بمثابة لم الشامل لمحافظة دهلية كلنا بنجمع مع بعض بننشي الروح للتعاون والمحبة بيننا حاجة جميلة جداً وبالنسبة لدور حياة كريمة فأحنا في مركز بنعبيد هنا عملنا حاجات كتيرة جداً من أهمها مشروع المدارس القائمة مصر حياة كريمة دايماً لما شاملنا ودايماً إفطار سنوي في الرمضان وكان انضمامي للحياة كريمة يعني حاجة مميزة في حياتي يعني في كل حاجة حاجة مش غربة على حياة كريمة ديات المتعودين منها كل سنة باللف جمهورة مصر عربية كلها بحيث اللي احنا نلجمع شامل المصريون كلهم حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة بالدقاهلية يقام سنوياً في إحدى مراكز المحافظة دعماً للجهود الكبيرة التي يقوم بها المتطوعون على مدار العام ولنقل صورة من صور المحبة والتعاون بين أبناء الفريق الواحد لتوفير حياة كريمة لأهالي الريف المصرية أحمد الحسيني التلفزيون المصرية